الاستاذة هانا السلام عليكم ازاي حديثك يا دكتور اهلا مساعم بحضارك يا استاذة هانا انا بس كان عندي مشكلة بخصوص الكلام اللي حضرتك قلته ربنا ما يجيب مشاكل انا عندي بقدر الامكان الخطوات اللي حضرتك قلتها دي انا مشي عليها يعني انا ست في حالي وماليش اختلاط بحاجة ما عنديش غير اهلي صادع عصري وبيودي زعق كتير بس تعالى تحب تعملي معايا تمرين كده؟ طب نجيب الصفات السابعة كده من اولها كده خالص نجيب الصفات السابعة اول صفة كانت ايه؟ ان انت تكوني متفهمة انا اقولك الصفات بس عشان ايه؟ اول حاجة تكونوا متفهمة ومقدرة ظروفه فده صحيح؟ ادي باقولك حاجة الصفات السابعة دي اقولك تعمليها ازاي؟ ادي لنفسك درجة من عشرة في كل صفة من الصفات دي ادي لنفسك درجة من عشرة في مسألة ان انت مقدرة ظروفه ومتفاهمات ادي لنفسك درجة من عشرة ان انت ممتنة بان انت حسة بان هو فعلا نعمة لكن انت لو شايفاء لو مسألة في عينك هتشوفيه صغير ادي درجة من عشرة لاحترامك لخصوصيته ادي درجة من عشرة لوثوقك فيه ادي درجة من عشرة لتعبيرك عن حبه خاصة امام الاخرين سيادس حاجة ادي درجة من عشرة لتقبلك لقيادته ودي درجة من عشرة لدعمك لي. ادي درجة من عشرة وجمعيهم. انا بالفعل بعمل حضرتك اللي حضرتك. لو طلعوا بص حضرتك. لو طلعوا اقل من خمسة وتلاتين الرقم. لو طلع اقل من خمسة وتلاتين احنا في خطر. فاما? ايه بس هو عليه جانب. انا انا برضو يعني ببقى الضغط وبحس بلا مبالا من نهايته. يعني ما بيقدرنيش. ليه بقى مما اقدركيش? ده سؤال. اقترحي لي حضرتك احتمالات لعدم تقديره لحضرتك. يعني. احتمالات هو مسلا اما كن. يعني ايه يعني بتعملي ايه يعني بتروأي. يعني حياته هو عملي اكتر. وانا بحب اسمع كلمة كويسة. احب حدي يتطب علي. حلو اوي ده. بتعملي ايه بقى? انت بتحب ان حدي يقدرك. تعملي ايه? قدري ايه? ما انا فعلهم بقدرهم. طب ما انا طول ما انا عادة. يعني انت بتقول له كلام حلو? ايوة بس هو بيقدر مثلا لما يبقى خلوش كلمة ومدخوصهم. بالنظر ممكن تلاك اسمع ما نتكلمش مع بعض. هو عنده الحب ضعف. طبع نعمل ايه? استاذة استاذة هنا? ايه. تحدي حديك اسمك 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 هنا. ايه. فحضرتك بعد اذن حضرتك. لما بتعوده تلات اسابيع. وعلى فكرة ما حدش يجي يقول لي بقى انت جاي على المرأة. مش شوية بقى حد يقول لي جاي مع المرأة. دلوقتي ايه اللي بتكلمني? مش هو اللي بيكلمني. طب هو لما يبقى دلتة اسابيع. نعمل ايه في حديث رسول الله سلم خيركم والذي يبدأوا بالسلام? ما هو بقى يفتكر ان ان انا ايه? ان انا انسانة ضعيفة. وانت عايزة يفتكر ان انت انسانة قوية. فشيئا فشيئا يحس ان هو متجاوز واحد صاحبه. ولا انت هو عايز يحس ان انت متفهمة الظرف بتاعه. فمتفهمة ان هو بيحبك ومش عايز يجي يكسر. فانت لما سلمت عليه فتحت له طريق للحل. ما نيجي نفهم كده. واحنا نخسر حاجة لما نفهم كده. والله ما نخسر حاجة. ده طريق للحل. هتقول لي. اتفضلي. معلش انا بقى اتماعلش. بس هو حارب بيحسني اني لو. بالمناسبة استاذ هانا. استاذ هانا. انا سعيد. انا سعيد زي ما يقوله بالدي بيت ده. لان انا عارف ان ده لازم يحصل. ليه لازم يحصل? لان استاذ دايما احنا مأمورين ان احنا نستوصل بيها. وانا قلت ان هو عناك ده الراجل ده حامي وراعي وفخور وغيور. وقلت شوية حاجات عن الراجل. وراجل ده بيعمل شوية حاجات كتيرة. فهو دلوقتي كان المفروض يوجي يقول لي هو برضو. طب انا عمل ده كله ليه? اذا كانت هي نكادية بتنكد عليها. فاذا احنا محتاجين ان احنا نشيل فكرة الوفوسات بعض ده. عايزين نشيل فتيل العداوة. عايزين نتعامل احنا بنتشحن بان احنا ما تسمحلوش بكده. ما تسمح لهاش بكده. فنبص في الاخر خالص ان البيت حلبة مصارع. مش كده? مش انت خايفة تتهزمي? لا امنش حكيت اكيدا بس انا ما بلقيت مقابل يعني لما بعمل حاجة قريت انا بيحسستي ان ده عايز. سدقي والله. عارفة استاذ انا? عارفة استاذ انا? عارفة استاذ انا? انا مش اقول لك والله اني اجرك عند الله. وما اني ده صحيح. لكن اقول لك حاجة تانية خالص. انت حضرتك بتبني حاجة يعني على سبيل المثال. لما يكون عندك طفل. وما حد انا طبعا عارفة الانستاذ في بعض الحالين يقول لي ما تقوليش اني ده طفل. ده انا مسؤولة منه. انت لو عندك حاجة بتطبعي معاها. وفي علاقة ما بين الصداق فيه صداقة بينك وبين حد تاني. انت بتطلبي ان من اول لحظة تدوبوا في بعض ولا ولا بناخد وقت عشان نتفهم بعض. انتوا بتنضجوا مع بعض. فكل ما انت كنت نضجة. هتضطرين وينضج. فانا نصيحة لحضرتك ما تسبيش نفسك تخليك تزهقي. طب نعمل ايه عشان ما تزهقيش? وعادي معاو تكلمي بهدوء خالص. لما تيجي تتكلمي ما تقوليش انت سيء. ولكن قولي له انا محتاجة لكزا. وقولي له ازاي? ويا ريتك طرح عليه كمان المخارج اللي فيها. وتقولولي ان انت على تسعديف ده. استاذ هانا صدقيني. انا ما شفتش حاجة بتضر الزواج. وبتضر الناس اللي هم عايشين مع بعض. غير لما يقفوا البعض. على اللكمة. على الوحدة. على الكلمة. على المشاعر. خلينا نكون عاون للبعض. احنا بنساعد اصدقائنا عشان يخرجوا احسن ما فيهم. نتيجوا نساعد ازواجنا وزوجاتنا عشان يخرجوا احسن ما فيهم. اشتركوا في القناة. شكرا